بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور وليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا الصديقة عبر فيها سموه وحفظه الله عن خالص تهنيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه ورعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية كينيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور وليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهنيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور وليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر